هذه هي الحلقة التاسعة والعشرون من برنامجنا أسئلة وشيء من أجوبة وصلت معكم في الحلقة الماضية إلى رسالة من النجفي ومن حوزتها وقلت إني لا أريد أن أشير إلى اسم المرسل كي لا أحرجه لا أريد أن أعيد قراءة السؤال السؤال لماذا صار سين من الناس غنياً وولد في عائلة غنية ولماذا صار صاد من الناس فقيراً وولد في عائلة فقيرة ولماذا كان فلان في زمان نوح النبي وكان فلان وهو شخص آخر في زمان النبي شعيب السؤال قرأته عليكم إنه سؤال من مجموعة الأسئلة التي يقال عنها أسئلة الإنسان الأزلية بدأت حديثي من نقطة أساسية إنها خارطة الخلق الأولى إمامنا الباقر في حديث ذكرت مصدره لا أريد أن أعيد ما تقدم من كلام إنما أقرأ ما أحتاجه من الحديث كي يتواصل جوابي مكملاً لما تقدم ذكره في الحلقة الماضية لو علم الناس كيف ابتداء الخلق ما اختلف اثنان هذا مر علينا وفي رواية ثانية عن إمامنا الصادق صلوات الله وسلامه عليه لو علم الناس كيف خلق الله تبارك وتعالى هذا الخلق لم يلم أحد أحدا وضربت لكم مثالاً مما جاء في الجزء الثاني من تفسير العياش حيث أن أبان آدم عرض الله عليه أسماء الأنبياء من ولده وأعمارهم فلما مر بداود رأى أن عمره أربعون عاماً فطلب من الله أن يضيف إلى عمره إلى عمر داود ثلاثين سنة من عمره من عمر آدم وفعل الله ذلك الواقعة لها تفصيل وإنما أوردت هذه الصورة مثالاً من أننا أمام خارطة متحركة هذه الخارطة المتحركة لها حيثيات سأحاول أن أسلط النظر على أهم حيثياتها ما جاء في الكتاب الكريم في سورة القمر في الآية التاسعة والأربعين بعد البسملة إن كل شيء خلقناه بقدر هناك تقدير وهذا التقدير ما رده إلى الخالق عملية الخلق إنما كانت ولا زالت تمر عبر أسباب وعبر مجاري إن كل شيء خلقناه بقدر إذا كان الكلام عن المخلوق الأول عن الحقيقة المحمدية فإنها قد خلقت بقدر الله خلق الحقيقة المحمدية سائر المخلوقات خلقت من بعدها ومن خلالها أول ما خلق الله كما تقول كلماتهم الشريفة صلوات الله عليهم أول ما خلق الله خلق المشيئة بنفسها إنها الحقيقة المحمدية العظمى خلق المشيئة بنفسها وخلق الأشياء بالمشيئة فالخلق الأول الحقيقة المحمدية خلقت بقدر والخلق الثاني ما صدر عنها عن الحقيقة المحمدية الخلق الثاني خلق بقدر إن كل شيء خلقناه بقدر وإذا ذهبنا إلى سورة الرعد فماذا تقول سورة الرعد إنها الآية التاسعة والثلاثون بعد البسملة يمحو الله ما يشاء ويثبت فهناك عملية محو لما كان مثبتا وعملية إثبات لما لم يكن مثبتا لم يكن موجودا يمحو الله ما يشاء يمحو شيئا موجودا شيئا موجودا شيئا مقدرا إن كل شيء خلقناه بقدر فهذا القدر وهذا التقدير منه ما هو مرسوم ولكنه يمحى ومنه ما هو ليس مرسوما ولكنه سيرسم وسيبقى ثابتا الآية تشير إلى هذه الحقيقة لا يتصور متصور من أن هذا يجري في علم الله هذا لا يجري في علم الله إذا قلنا من أن هذا يجري في علم الله فإن علم الله سيكون متغيرا وحينما يكون علم الله متغيرا فهذا يعني هناك نقص في علمه وهناك نقص في حكمته وحينئذ سيكون الله محلا للحادثات سيكون ذاتا متغيرة الذات المتغيرة ذات ناقصة لأنها تحتاج إلى ما ينتجه التغير يمح الله ما يشاء ويثبت وعنده أم الكتاب هذه الآية تتحدث عن السنن الإلهية التي جعلها الله من خصائص المخلوق بعبارة وجيزة هذه طبيعة خارطة الخلق ولا علاقة لهذا المضمون بذات الله ولا علاقة لهذا المضمون بعلم الله سبحانه وتعالى فعلمه لا يتغير ولا يتقدم ولا يتأخر سبحانه وتعالى عالم بما سيمحى وما سيكون ثابتا من خلال السنن الحاكمة لخارطة الخليقة فهذا شيء من كمال خارطة الخليقة إنها خارطة متحركة بالضبط مثلما ضربت لكم مثالا كيف أن داود النبي تحرك عمره من أربعين سنة إلى سبعين سنة يمحو الله ما يشاء ويثبت وعنده أم الكتاب قطعا هذه الموضوعات بحاجة إلى تفصيل كثير لكن المقام مقام إجاز لذا سأوجز لكم المطالب بقدر ما أستطيع نذهب إلى سورة الحجر وإلى الآية الحادية والعشرين بعد البسملة وإن من شيء إلا عندنا خزائن وما ننزله إلا بقدر معلوم إن كل شيء خلقناه بقدر هذا المخطط الأصل والمخطط الأصل خاضع لقانون لقانون البداء الآية التي قرأتها عليكم قبل قليل من أن الله يمحو ما يشاء ويثبت هذا هو قانون البداء سأذكر لكم القوانين التي تحكم الخارطة الخلقية الأولى المتحركة هذه الآية تشير إلى طبيعة هذه الخارطة وإن من شيء إلا عندنا خزائن وما ننزله إلا بقدر معلوم وما ننزله إلا بقدر معلوم هذا تقدير ثاني إن كل شيء خلقناه بقدر ذلك هو التقدير الكلي التقدير الأصلي التقدير الكلي والتقدير الأصلي حينما يتفعل فهنا يأتي قانون البداء لأن عملية تفعيله قد تؤدي إلى تغيير في شؤونه الإنسان له شأن في التقدير من حيث نفسه وله شأن في التقدير من حيث أسرته في أية أسرة سيولت وله شأن في التقدير من حيث مجتمعه من حيث أمته في أي بيئة سيكون وله شأن في التقدير من حيث إمامه لأننا مرتبطون بإمامنا شئنا أم أبينا وهذه الحقيقة تتضح في يوم القيامة يوم ندعو كل أناس بإمامهم الارتباط الارتباط الأول والأخير بإمامنا تقدير وجودنا في هذا الزمن أو تقدير وجود غيرنا في زمن آخر يرتبط يرتبط في جزء منه بشأننا الشخصي وفي جزء منه بشأننا وأسرتنا وفي جزء ثالث بشأننا والأمة والمجتمع الذي سنكون فيه الشأن الأخير شأننا مع إمامنا في الضوء هذه الحيثيات يتم تقدير ما سيكون عليه هذا الإنسان عملية مواءمة فإذا كان للإنسان من حظ في طول قامة أو في قصر قامة في جسده من حظ في بياض بشرة أو في سواد بشرة من حظ في قوة بدنية أو في ضحف بدني من حظ في ذكاء أو غباء من ومن هذه الأمور تقدر بحسب تواجده في الواقع الذي سيكون فيه ويمكن للإنسان أن يقدر له في مرحلة من المراحل في الخارطة المتحركة أن يكون في زمان الأنبياء السابقين ولكن لأن الخارطة تتحرك وحينما تتحرك مفردات الخارطة يتغير شأن التقدير لهذا الإنسان فيأتي في زمن آخر المثال الذي ضربته لكم في قصة داود النبي يقرب الفكرة بنحو واضح فإن داود النبي ينتهي حظه الدنيوي عند الأربعين وذلك زمان فيه أصناف من البشر من الأخيار والأشرار وينتهي حظه الدنيوي عند هذه النقطة لكن تغيرا حدث الخارطة متحركة وجاءت الحركة من أبينا آدم وليس من الله فحركة الأحداث في الخارطة تغير التقدير وهذا هو البداء القانون الأعلى الذي يحكم الخارطة الخلقية وإن من شيء إلا عندنا خزائنه وما ننزله إلا بقدر معلوم الآية التاسعة بعد العاشرة بعد البسملة من السورة نفسها والأرض والأرض مددناها وألقينا فيها رواسية وأنبتنا فيها من كل شيء موزون هذا مصداق من مصادق تطبيقات الخارطة والأرض والأرض مددناها وألقينا فيها رواسية وأنبتنا فيها من كل شيء موزون الأرض بما هي هي لم تكن صلبة إلى الحد الذي لا يستطيع الإنسان أن يتعامل معها أو أن ينتفع من محتوياتها ولم تكن لينة إلى الحد الذي لا يستطيع الإنسان أن يتحرك عليها بسهولة وراحة ولا يستطيع أن يزرع فيها ولا يستطيع أن يبني عليها إنه يستخرج المواد من الأرض بسبب سهولتها وبعد ذلك يبني بها ويجعل البناء ثابتا على هذه الأرض لسبب أنها ليست رخوة الأرض مريحة بالنسبة لنا لنا وللحيوانات وللأشجار أيضا فالأشجار تشق الأرض حينما تنمو وتمتد جذورها في أعماق الأرض بسهولة ويسر فهذه الأرض قدر لها هذا التقدير ولكن هناك جبال صخرية نحن نحتاجها لكننا لا نتحرك عليها ولا نبني بيوتنا عليها إلا في حالات خاصة فالأرض لها طبيعة هذه الطبيعة تتماشى معنا ونحن لنا طبيعة أيضا تستطيع أن تتعامل مع هذه الأرض هكذا كانت الخارطة الخلقية ولا زالت وستبقى فما يحصله الإنسان من مواصفات جسدية وما يحصله الإنسان من مواصفات معنوية تكون متناسبة مع الحيثيات التي ترتبط بشخصه بأسرته بأمته بإمامه إذا كان هناك من شذوذ فهذا الشذوذ مرده إلى تصرفات الأجيال المتقدمة تصرفات تصرفات الأجيال المتقدمة تنعكس على الأجيال التي تأتي بعدها وتصرف الآباء والأمهات ينعكس على نسلهم قد تقولون ما ذنب نسلهم القضية ليست مرتبطة بجهة واحدة أقرب لكم الفكرة بمثال ومثال بسيط جدا سوبر ماركت صاحب السوبر ماركت ينظم بضائعه في رفوف محله في الخزائن بضاعة توضع في المغزن الخلفي بضاعة توضع في الثلاجات العارضة التي واجهتها زجاجية بضاعة توضع في المجمدات بضاعة توضع في مكان يمكن أن تسخن في ذلك المكان عند الحاجة بضاعة جافة توضع في مكانها المناسب وبضاعة رطبة توضع في مكانها الرطب المناسب بضاعة عمرها طويل وبضاعة عمرها الافتراضي قصير الفواكه الفواكه والخضر أعمارها قصيرة المعلبات التي علبت وحفظت في أوعية تتحمل البقاء لمدة زمانية طويلة وهكذا كل الأشياء إنه ينظم بضاعته وفقا لهذه المواصفات ووفقا لحاجة الناس إليها ويجمع المجموعات المتشابهة في مكان واحد البضاعة التي عليها الطلب قليل يضعها في الرفوف العالية أو في الرفوف البعيدة عن متناول يده البضاعة المطلوبة دائما يضعها قريبة من يده وهناك بضائع يحتاج الزبائن أن يقلبوها بأيديهم يضعها في مكان مناسب كي يتمكن الزبائن من تقليب تلك البضائع وهو يغير تنظيمها في كل يوم بحسب هذه الشؤون مثال تقريبي يقرب من وجه ويبعد من وجوه عديد فصاحب السوبر ماركت هذا بمثابة الخالق الذي يخلق ويقدر وينظم ما يجري في محله هذا الخارطة الخلقية للسوبر ماركت متحركة متغيرة لا لأن البضائع تقتضي ذلك هناك أمور كثيرة ترتبط بهذه البضائع شأن يرتبط بالبضاعة نفسها وشأن يرتبط بطبيعة السوبر ماركت وشأن يرتبط به هو فما يحتاجه يكون قريبا منه وما لا يحتاجه يكون بعيدا عنه وشأن يرتبط بالزبائن وشأن يرتبط بالزمان فهناك بضائع لها زمان معين يقبل الناس عليها كالبضائع التي ترتبط بمناسبات دينية مثلا أو مناسبات الأفراح أو مناسبات الأحزان عند الناس وهكذا فخارطة السوبر ماركت لا يرتبها صاحب السوبر ماركت بحسبه هو وإنما يرتب الخارطة بحسب السوبر ماركت هو يضع القواعد يضع السنن وبعد ذلك ينظر إلى العلائق فيما بين هذه البضائع نظرا إلى الزمان نظرا إلى المكان نظرا إلى الزبائن نظرا إلى الظروف الموضوعية المختلفة ولذا فإنه في حالة دائمة في تغيير رفوف محله هذا الخارطة الخلقية يمكننا أن نتصورها تصورا إجماليا من خلال هذا المثال البسيط الذي ضربته لكم والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي مددناها جعلناها لهي برخوة برخوة وليينة جدا ولا هي بصلدة وصلبة لا يستطيع الإنسان أن يتعامل معها وإنما مددناها بمستوى يستطيع الإنسان أن يعيش عليها براحة والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل شيء موزون وجعلنا لكم فيها معايشة ومن لستم له برازقين وإن من شيء إلا عندنا خزائنه وما ننزله إلا بقدر معلوم وإلى الآية الثامنة والثلاثين بعد البسملة من سورة الأحزاب وكان أمر الله قدرا مقدورا الخارطة متحركة المفردات متغيرة قانون البداء حاكم سلطته مبسوطة على هذه الخارطة هناك تقدير كلي إن كل شيء خلقناه بقدر ما من شيء على الأرض إلا وهو موزون إلا وقد نزل بقدر معلوم مثل ما مرت علينا الآيات ولكن الحكم النهائي لما يريده الله أكانت الخارطة متحركة أم لم تكن وكان أمر الله قدرا مقدورا نذهب إلى فاصل إنها ليلة القدر في سورة القدر في الآية الرابعة بعد البسملة تنزل تنزل الملائكة والروح فيها تتنزل على من بحسب عقيدتنا عقيدة علي وآل علي إنها تتنزل على إمام زماننا تتنزل على إمام كل زمان في زمانه وإلا على من تتنزل لماذا تتنزل الملائكة بأجمعها ومعها الخلق الأعظم من الملائكة الروح ما هو بروح القدس روح القدس ملك من الملائكة هذا روح القدس الفاطمي بحسب رواياتهم حسب أحاديثهم تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر من كل أمر تتنزل على الإمام المعصوم هذه ليلة القدر في أحاديث العترة الطاهرة من أن السنة هذه السنة الإلهية هذه السنة بحساب خارطة الخلق تبدأ من ليلة القدر السنة لا تبدأ من أول ربيع الأول بحسب النظام الهجري الذي وضعه رسول الله وأمير المؤمنين النظام النظام المعمول به الآن من أن السنة تبدأ في الأول من المحرم هذا ما ابتدعه عمار لأن النبي صلى الله عليه وآله وصل المدينة في الأول من ربيع الأول وهذا مثبت في كتب السنة والشيعة النبي وصل في أول ربيع الأول من هنا يبدأ التاريخ الهجري وهذا الأمر قد بدأ به زمان النبي لكن المسلمين لم يكونوا بحاجة إلى اعتماد التاريخ لما انتشر المسلمون واتسعت دولة المسلمين احتاجوا إلى التاريخ أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه وضع التاريخ منذ بداية شهر ربيع الأول وأرشد عمر إلى ذلك لكن عمر خالف هذا وجعل التاريخ يبتدئ من أول محرة ليس هذا مهما موضوع خارج عن بحثنا التاريخ بحسب التقدير بحسب خارطة الخلق الأولى فإن السنة تبدأ من ليلة القدر لأن التقدير يكون فيها ومن هنا تبدأ السنة فيقدر للإنسان ما يقدر وليس للإنسان وإنما لكل شيء تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر من كل أمر وهذا المعنى جاء مذكورا في سورة الدخان أيضا إنا أنزلناه في ليلة مباركة هذه ليلة القدر إنا كنا منذرين فيها يفرق كل أمر حكيم من كل أمر هذا هو الأمر الحكيم الأمر الحكيم الأمر الذي قدر تقديرا إلهيا فيها يفرق كل أمر حكيم أمرا من عندنا إنا كنا مرسلين إنا كنا مرسلين الملائكة ومرسلين الروح الأعظمة إلى إمام الأرض إلى إمام الوجود هكذا تجري الأمور وهذا هو الشأن الذي أشرت إليه قبل قليل من أن الإنسان فيما يقدر له هناك شأن يرتبط بإمامه هذا هو الشأن الذي يرتبط بإمامه الصورة واضحة هنا في سورة الأنعام في الآية التاسعة والخمسين بعد البسملة وعنده مفاتح الغيب وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو ويعلم ما في البر والبحر وما تسقط من ورقة إلا يعلمها ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين بحسب تفسير العترة لقرآنهم ويعلم ما في البر والبحر الآية واضحة إنه يعلم جميع شؤون البر والبحر وما تسقط من ورقة إلا يعلمها بحسب أحاديثهم الورقة الجنين السقط وما تسقط من ورقة إلا يعلمها ولا حبة المولود الكامل في ظلمات الأرض ظلمات الأرض إنها ظلمات الأرحام فإن الأرض لا ظلمة فيها الليل والنهار لا يجتمعان لا يجتمعان في مكان واحد هنا نهار وهنا ليل هنا ليل وهنا نهار هناك مكان في الأرض فيه ظلمة مستمرة إنها ظلمة الأرحام وعنده وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو ويعلم ما في البر والبحر شؤون البر والبحر وما تسقط من ورقة هذا شأن الإنسان الذي هو أهم مخلوق على الأرض أهم مخلوق ما بين البر والبحر وما تسقط من ورقة إنه الجنين السقط إلا يعلمها ولا حبة هذه حبة تنمو أما الورقة حينما تسقط من الشجرة فإنها ستتفتت شيئا فشيئا أما الحبة فإنها ستنمو وما تسقط من ورقة إلا يعلمها ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس ولا رطب إنها صفة للكائن الحي ولا يابس إنها صفة للكائن الميت إلا في كتاب مبين هذا وجه من وجوه الآية شؤون الخارطة الخلقية هذه الآية تتحدث عن شؤون الخارطة الخلقية فكل التفاصيل موجودة في الخارطة الخلقية الآية هكذا تريد أن تخبرنا وهذه الخارطة الخلقية سنطلع عليها يوم القيامة قطعا سنطلع على الذي يخصنا من هذه الخارطة في سورة الكهف إنها الآية التاسعة والأربعون بعد البسملة ووضع الكتاب ووضع الكتاب فترى المجرمين مشفقين مما فيه ويقولون يا ويلتنا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا هذه الخارطة الخلقية فيها علم مستقبلي لكل شؤوننا فكل الذي يجري علينا ويجري من قبلنا مقدر ومعلوم هذا لا يعني أننا مجبرون هناك مساحة للجبر وهناك مساحة للاختيار ونحن فيما بيننا وبين أنفسنا نستشعر الجبر في بعض الأحيان ونستشعر الحرية والاختيار في كثير من الأحيان قطعا ما يرتبط بالتكوين فهو جبري وما يرتبط بالتشريع من جهة التشريع بما هو تشريع فهو جبري لا خيار لنا فيه ولكننا نتحرك ما بين التكوين والتشريع ما بين التكوين والتشريع فإن حياتنا فيها ما تأتي السنن الحاكمة كي تحكم علينا برغم آنافنا وفيها ما يأتي بتقدير يتناسب مع إمكاناتنا وقدراتنا ونستطيع أن نغير فيه وهناك مساحة واضحة للحرية والاختيار في حياتنا لا يستطيع أحد أن ينكر هذا لا يستطيع الإنسان أن يقول من أنني حر في كل شيء كاذب هذا الذي يقول لا أتحدث عن الحرية السياسية أو الاجتماعية أو الفكرية أنني أتحدث عن الحرية ضمن دائرة الخارطة الخلقية لا يستطيع إنسان أن يقول من أنني حر هناك مساحة للتقييد وللجبر وللجبر ولا يستطيع إنسان من أن يقول من أنني مجبر مقيد كاذب هذا الوجدان يقول من أننا نكون مجبرين في بعض الأحيان ومن أننا نكون في حرية كاملة في أحيان أخرى وفي مساحة يبقى الأمر ما بين الجبر والاختيار وهذا هو القانون قانون الأمر بين الأمرين هناك مجموعة من القوانين هي التي تتحكم وتتسلط على الخارطة الخلقية وكل شؤونها تكون خاضعة لتلك القوانين هذه صورة أخروية عن الخارطة الخلقية ووضع الكتاب فترى المجرمين مشفقين مما فيه ويقولون يا ويلتنا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها ووجدوا ما عمل حاضرا ولا يظلم ربك أحدا ليس هناك من ظلم هناك مساحة للحرية والاختيار ولكن الإنسان يبقى مقيدا بالحيثيات التي ذكرتها لكم ماذا يريد الإنسان هل يريد الإنسان أن يخلق نفسه كما يشاء لو أن الله أعطى للإنسان هذه القدرة وقام الإنسان بخلق نفسه كما يشاء سيكون عملا فاشلا لماذا؟ لأن الإنسان لا علم له بتفاصيل الخارطة فهذا الكون لا يعيش فيه إنسان واحد هذا الإنسان يتولد من أبوين له شأنه الخاص له خصوصيته ولكنه يتولد من أبوين وبعد ذلك له شأن يرتبط بأمته فإن أبوين جزء من أمة جزء من مجتمع ومن هنا فإن القرآن يخبرنا عن الحيوانات في الآية الثامنة والثلاثين بعد البسملة من سورة الأنعام وما من دابة في الأرض ولا طائر يطير بجناحيه إلا أمم أم ذلكم حتى الحيوانات لا بد أن تكون ضمن مجموعة وإلا لن تستقيم الحياة لن تستقيم الحياة لا للحيوانات ولا للإنسان ما يقدر لنا مرتبط بكل شيء حولنا القضية ليست خاصة بنا فحينما يولد إنسان بحسب السؤال في زمان نوح النبي ويولد إنسان آخر في زمان شعيب النبي ويولد إنسان في عائلة غنية مترفة ويولد إنسان آخر في عائلة فقيرة تعيش الفقر المدقع القضية ليست خاصة بالأسرة أو بالشخص نفسه هذه منظومة منظومة بالضبط مثلما قربت لكم الفكرة بصاحب السوبر ماركت فحينما يضع نوعا من البضائع في الرف التاسع هناك أسباب لا تختص بالبضاعة نفسها هناك أسباب جعلت صاحب السوبر ماركت أن يضع هذه البضاعة في الرف التاسع ووضع بضاعة أخرى في الرف الثاني القضية ليست خاصة بالبضاعة نفسها للبضاعة شأن ولكن هناك شؤون عديدة فأنا حينما ولدت لم ألد منفردا ولم يكن شأني لنفسي فقط أنا ولدت لشأني ولكن شأني هذا يرتبط بشأن أبي وأمي وشأن أبي وأمي يرتبط بشأن مجتمع بشأن أمة وشأن المجتمع يرتبط بشأن إمام ولذا في كل زمان لا بد من حجة فإن الأرض لا تخلو من حجة الحجة قبل الخلق ومع الخلق وبعد الخلق هذا منطق دين العترة الطاهرة هناك ترابط هناك ترابط إذا أردنا أن نفهم الخارطة لابد أن ننظر إلى كل المفردات التي ترتبط بهذه الخارطة وهناك حركة حركة موضوع يطرح كثيرا في وسائل الإعلام ما يسمى بالحيوات المتكررة في الديانة الهندوسية مثلا يعتقدون من أن الإنسان يعيش في هذه الدنيا سبع حيوات يموت ويرجع إلى الحياة الثانية وهكذا إلى الحياة السابعة ما يعرف في المصطلحات القديمة عند الفلاسفة عند المتكلمين ما يعرف بتناسخ الأرواح في دين العترة قطعا القول بتناسخ الأرواح يوجب الكفر هذا أمر واضح وبديهي في دين العترة الطاهرة لا أريد أن أناقش هذا الموضوع هذا موضوع خارج عن بحثنا لا علاقة لهذا الموضوع بما أتحدث عنه لكنني أردت أن أأخذ مثالا أأخذ صورة كي أقرب لكم الفكرة عن الخارطة الخلقية وماذا يجري فيها ولو بالإجمال كما قلت لكم هناك ديانات وهناك مذاهب تعتقد بتناسخ الأرواح الدروز مثلا النصيريون الغلات مثلا مجموعات كثيرة في هذا العالم وحتى وحتى من علماء النفس ومن أطباء الأمراض النفسية ألفوا كتبا ويعقدون الندوات ويلقون المحاضرات في هذا الموضوع من أن الأرواح تتناسخ هناك تناسخ للأرواح يموت الإنسان وبعد ذلك يعود في جسد جديد أنا لا أريد أن أقف عند هذه النقطة لكنني أقول من الأمور التي يستدلون بها في زماننا هناك أشخاص من الرجال من النساء من الشيوخ والعجائز من الشباب من الأطفال الصغار يقولون من أنهم يتذكرون من أنهم عاشوا في زمن سابق وحكايات كثيرة من هذا القبيل بحسب ما أحدثكم فإن هؤلاء لا يكذبون لأن البعض يكذبهم هؤلاء لا يكذبون ولكنهم لا يتحدثون عن تناسخ أرواح هذه صور من الذاكرة الخفية مما كان مقدرا لهم في الخارطة الخلقية كان مقدرا لهم أن يكون في ذلك الزمان ولكن الخارطة تغيرت مفردات الخارطة تغيرت مثل ما مر الكلام في قصة داود النبي ففي قصة داود النبي حدث تغير في ثلاثين سنة ويمكن ويمكن أن يحدث تغير في ألف سنة لأن التغير موجود في هذه الخارطة لا بد لابد أن نعرف من أن الإنسان يمتلك ذاكرة ظاهرة محسوسة وهي التي أعتمدها الآن وأنا أحدثكم إنني أعتمد أنني أعتمد ذاكرة الظاهرة فهذه المعلومات التي أحدثكم بها مختزنة في ذاكرة في ذاكرة في ذاكرة الرسمية حينما أقول هذا شيء في ذاكرة إنها ذاكرة الظاهرة مركز المعلومات المحفوظة في دماغ الإنسان الذي يمثل الجسد المادية لعقل الإنسان هناك ذاكرة مضمرة وهي الأخطر وهي الأخطر الذاكرة المضمرة هي ذاكرتنا في طبقة اللاشعور والتي قد يعبر عنها بالعقل الباطن في طبقة اللاشعور حركاتي الجسدية إذا لم أكن ملتفتا لها هذه تصدر من تلك الذاكرة ربما أقلد فيها أبي من حيث لا أشعر ربما أقلد فيها شخصا أعجبت بحركاته ربما وربما من حيث لا أشعر التلاميذ حين يعجبون بأستاذهم إنهم يأخذون منه حركاته من دون أن يشعر وطريقة كلامه وحتى نبرة صوته في بعض الأحيان فحينما يتكلمون من حيث لا يشعرون يتحدثون بنبرة صوته ويتحركون بحركاته من حيث لا يشعرون من شأ هذا من الذاكرة المضمرة وأكثر ما في حياتنا يخرج من الذاكرة المضمرة التي هي ذاكرة مختزنة في طبقة اللاشعور الإنساني هناك ذاكرة خفية ذاكرة خفية الذاكرة الخفية لا علاقة لها بهاتين الذاكرتين إنها ذاكرة في مستوى الفطرة الفطرة مركز بعيد في أعماق روح الإنسان وليس في نفسه لأن النفس إنما هي نتاج برزخي بسبب التمازج بين الروح والجسد الفطرة مركز عميق في باطن روح الإنسان هناك ذاكرة خفية لحكمة تفتح فيها نافذة هذه الذاكرة الخفية تتحدث عنها الآية الثانية والسبعون بعد المئة بعد البسملة من سورة الأعراف وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم قالوا بلى شهدنا أن تقولوا يوم القيامة إنا كنا عن هذا غافلين هذه الذاكرة الخفية تفتح بكاملها يوم القيامة تفتح بكاملها يوم القيامة مر علينا قبل قليل في الآية التاسعة والأربعين بعد البسملة من سورة الكهف ووضع الكتاب فترى المجرمين مشفقين مما فيه ويقولون يا ويلتنا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها لأن الإنسان سيرى كل أعماله التي كانت في الدنيا ويرى أصولها يرى أصولها في الخارطة الخلقية ويرى كل الأسباب وكل التفاصيل ووضع الكتاب فترى المجرمين مشفقين مما فيه ويقولون يا ويلتنا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم في عالم الأرواح في عالم الذار قالوا بلى شهدنا أن تقولوا يوم القيامة إنا كنا عن هذا غافلين هذه الذاكرة تفتح متى حينما تنفصل الروح عن الجسد الجسد هو الذي يغطي عليها ولكن لحكمة يقدر لبعض الناس أن تفتح نافذة هناك شيء يستشعره كثيرون كثيرون إن لم يكن الجميع تلتقي بشخص أنت لا تعرفه وما التقيت به سابقا ولكنك تتنفر منه وتلتقي بشخص في مطار من المطارات أنت لا تعرفه ولا تعرفه من أي بلد تميل إليه وكأنك تعرفه منذ زمن بعيد يسألون إمامنا الصادقة صلوات الله وسلامه عليه يسألون المعصومين لماذا يجري هذا الأمر فماذا يجيب المعصومون صلوات الله عليه إن الأرواح في عالم الأرواح إن الأرواح منها ما تعارف ما تعارف منها هناك ائتلف هنا وما تناكر منها هناك اختلف هنا هذه لقطة سمح لنا أن نتحسسها وتسربت إلينا من ذاكرتنا الخفية هؤلاء هؤلاء الذين يشعرون بأنهم عاشوا في زمن سحيق وفي زمن بعيد جدا كان مقدرا لهم ذلك وكان موجودا في الخارطة الخلقية وهو مختزن في الذاكرة الخفية لكن سمح لهم أن تفتح نافذة كي يتذكر هذا المعنى لحكمة مثل ما جرى على أصحاب الكهف ناموا ثلاثة مئة من السنين وازدادوا تسعة واستيقظوا بعد ذلك لماذا لماذا لم يستمروا في نومهم لحكمة لأن الناس في ذلك الوقت كانوا يشككون في مسألة الحياة بعد الموت ومن أن الناس يبعثون مرة أخرى الله سبحانه وتعالى أراد أن يقيم الحجة عليهم فأرجعهم إلى الحياة أرجعهم وأماتهم وسيرجعهم عند ظهور إمام زماننا صلوات الله وسلامه عليه عزير مات مئة من السنين ورجع إلى الحياة ورجع معه حماره لحكمة لغاية تحدث القرآن عنها أنا لا أريد أن أسلط الضوء على كل صغيرة وكبيرة فهذه الصور تخبرنا عن التقدير المتحرك ولذا فإن هؤلاء حينما يتحدثون عن أنهم عاشوا في زمن سحيق ليسوا متوهمين وليسوا كاذبين إنهم يتحدثون عن تقدير كان قد قدر لهم فهذه المعاني وهذه الصور يراد منها أن تلفت أنظارنا لكن هل أن الناس ينتبهون الحال هو كما جرى في واقعة أصحاب الكهل بقي الناس يشككون في عودة الإنسان إلى الحياة في يوم القيامة بقي الناس يشككون آمن بعض الناس وكانت تلك الحجة نافعة له لكن جميع الناس لم يؤمنوا الأمر هو هو في هذه وغيرها الحجج تترى في حياتنا أن تقول يوم القيامة إنا كنا عن هذا غافلين نذهب إلى فاصل مساحة محدودة ما بين ما بين عيوننا ونواصينا الناصية بداية شعر الرأس في أعلى الجبهة هذه المساحة ما بين عيوننا ونواصينا مساحة محدودة دخق نظرة فيها أماق العيون والمفرد موق أو مؤق موق العين إنها أطراف حدود العين موق أعلى وموق أسفل الشعر الذي في موق العين يبقى على حاله لا ينمو يولد الإنسان مع هذا الشعر ويموت معه ولكننا إذا صعدنا فوق العين إلى الحاجب فإن الشعر ينمو ويطول ولكنه بنحو بطيء يحتاج إلى وقت طويل حتى ينمو وإذا ما نمى فإنه ينمو قليلا لكننا لو صعدنا إلى شعر الناصية فإنه ينمو سريعا ويزداد طولا بنحو واضح جدا وإذا ما تركه الإنسان سيطول ويطول في مساحة محدودة الخارطة الخارطة الخلقية فيها أجزاء ثابتة كشعر موق العين وفيها أجزاء تتحرك تحركا بطيئا جزئيا كشعر الحاجبي وفيها أجزاء تتحرك تحركا سريعا وتنتقل من مكان إلى مكان وتتغير تغيرا كبيرا كشعر ناصية مساحة محدودة وهذا هو الذي يجري هو جزء من الخارطة الخلقية لكنه مثال كي أقرب لكم الفكرة حينما يخطط المهندس خريطة لبناء بيت فإنه سينظر للموضوع من عدة جهات الجهة الأولى المساحة الكلية الجهة الثانية الغاية من بناء البيت هذا فهل هناك عائلة كبيرة عائلة أفرادها لا يتجاوزون الزوجة والزوجة وطفلين أم أن البيت سيقطن فيه عدة عوائل سينظر إلى المساحة سينظر إلى الغاية من البناء سينظر إلى المال المتوفري عند صاحب هذه الأرض الذي يريد أن يبني بيتا سينظر إلى طبيعة المواد المتوفرة في السوق فهناك مواد ليست متوفرة بسبب وضع سياسي وضع اقتصادي معين في ذلك البلد هناك وهناك وسينظر أيضا إلى أمور دينية أو إلى أعراف معينة وسينظر أيضا إلى الحاجات التي يحتاجونها الذين سيعيشون في ذلك البيت وبعد ذلك يبدأ برسم الخارطة وحينما يرسم الخارطة فإنه لن ينظر إلى كل جزء منها بمعزل عن الأجزاء الأخرى فحينما يخطط لغرفة النوم فهو لا يخطط لها بمعزل عن سائر الغرف الأخرى وحينما يريد أن يختار مكانا للمطبخ فإنه لا ينظر إلى المطبخ لوحده وإنما ينظر إلى سائر أجزاء البيت فهو لا يهتم بمكان دون مكان الاهتمام بدرجة واحدة بكل أجزاء البيت وفي الوقت نفسه يهتم بعلاقة الأجزاء مع بعضها فينظر إلى المطبخ بما هو مطبخ ويهتم به بما هو هو ولكن في الوقت نفسه لابد أن ينظر إلى علاقة المطبخ بسائر أجزاء البيت ولذا فلا يستطيع أحد أن يلوم المهندس لماذا جعلت المطبخ بهذه المساحة ولماذا جعلت غرفة النوم بهذه المساحة إذا كان المهندس قديرا وفنانا وخبيرا ودقيقا في عمله لا أن يكون فاشلا إذا كان مهندسا ناجحا لا يستطيع أحد أن يلومه مثل ما مر علينا في أحاديث الأئمة من أن الناس لو عرفوا كيف ابتدأ الخلق كيف ابتداء الخلق لما لام أحد أحد فما قدر لي وما قدر لكل واحد منكم ليس مرتبطا بشأننا الشخصي فقط يرتبط بشأننا الشخصي من جهتين لكنه يرتبط بشأن أسرنا بشأن آبائنا وأمهاتنا وهذا هو قانون الأصلاب هناك مجموعة من القوانين القانون الأعلى هو قانون الولاية أنني أتحدث أنني أتحدث عن ولاية محمد وآل محمد لأن الله سبحانه وتعالى قد سلطهم على هذا الكون هذا المضمون يمكننا أن نبحثه في آيات القرآن ويمكننا أن نبحثه في أدعيتهم وزياراتهم وقد تحدثت عن هذا يمكنكم أن تعودوا إلى برامج السابقة هناك أسئلة عن هذا الموضوع لا أدري هل سأجيب عليها أو لا الأسئلة كثيرة جدا أنا لا أتمكن من الإجابة على كل الأسئلة لكنني أختار منها ما أجده مناسبا ونافعا وما أعتقد أن كثيرين يريدون أن يعرفوا جواب هذا السؤال بغض النظر عن الرسالة نفسها مع احترامي للرسائل وللمرسلين لكنني أراعي أيضا ما أعتقده من أن كثيرا من متابعي هذا البرنامج ينتفعون من هذه الإجابات قانون الولاية والذي عبرت عنه الزيارة الجامعة الكبيرة القول البليغ الكامل المروي عن إمامنا الهادي صلوات الله عليه وَذَلَّ كُلُّ شَيْءٍ لَكُمْ وَذَلَّ كُلُّ شَيْءٍ لَكُمْ هذا هو قانون الولاية القانون الأعلى ومنه يتفرع من هذا القانون يتفرع قانون الإياب والحساب إياب الخلق إليكم وحسابهم عليكم هذا القانون لا يرتبط بيوم القيامة الإياب والحساب جار في كل ثانية من ثواني حياتنا بل بما هو أقل من ذلك ولكل الخلقيات فهناك قانون الولاية ويتفرع منه قانون الإياب والحساب إياب الخلق إليكم وحسابهم عليكم حينما نتحدث بهذا المستوى فإنني لا أتحدث عن أئمة ولد في زمان معين وقتل في زمان معين هذه مظاهرهم إنما الحديث عن حقائقهم الأصلية عن أنوارهم ونحن لنا أنوار العالم الدنيوي يمثل مرحلة من مراحل الوجود الأئمة الذين ولدوا في أزمنة معينة وقتلوا في أزمنة معينة أئمتنا صلوات الله عليهم هؤلاء مظاهر الحقائق النورية لمحمد وآل محمد من هنا قرأت عليكم في نهج البلاغة أمير المؤمنين يحدثنا عن رسول الله من أن ميتنا لم يموت وفي نصوص أخرى من أن قتيلنا لم يقتل لأن القتل والموت جرى على هذه المظاهر الحقائق تلك لم تموت ولم يجر القتل عليها إنما جرى على مظاهرهم على وجوداتهم التي ظهرت في العالم الدنيوي ولايتهم على كل شيء تظهر ظهورا في أئمتنا الذين كانوا على الأرض أما روحها جوهرها قوتها طاقتها فهي في الحقائق النورية العالية لكنها تترجم بحسب العالم الأرضي هذا عالم ضيق من خلال محمد وآل محمد إنهم الأنوار الأولى يا جابر هذا النص موجود في كتب الشيعة والسنة يا جابر النبي الأعظم يقول لجابر الأنصار يا جابر أول ما خلق الله خلق نور نبيك هذه إشارة هذه الإشارة تفتح أبوابا وأبوابا وأبوابا كما يقول أمير المؤمنين علمني رسول الله ألف باب من العلم وفي رواية ألف ألف باب يفتح لي من كل باب ألف ألف باب هذه الكلمة تفتح أبوابا وأبوابا وأبوابا الكلام يحتاج إلى أمثلة كثيرة والوقت يجري سريعا لكنني سأوجز بقدر ما أستطيع إذن هناك قانون الولاية ويتجلى منه قانون الإياب والحساب ومن بعد ذلك يأتي القانون الأكبر بالنسبة للخارطة الخلقية إنه قانون البداء قطعا هذا القانون روحه روح هذا القانون في قانون الإياب والحساب إنما يتفعل قانون البداء ويتحرك قانون البداء بحسب ما يترشح عن قانون الإياب والحساب إياب الخلق إليكم الخلق وليس الحديث عن البشر إياب الخلق إليكم وحسابهم عليكم فدون قانون الإياب والحساب يأتي قانون البداء وقانون البداء له تفاريع قانون الأصلاب هذا الذي أشرت إليه قبل قليل وأنا أحدثكم عن شؤون ما يقدر لي ولكم فمنهما يرتبط بشؤوننا الخاصة ومنهما يرتبط بشؤون آبائنا وأمهاتنا بشؤون أسلافنا هذا هو قانون الأصلاب لقطة لقطة سريعة سيد الشهداء في كربلاء حينما كانوا يهاجمونه يهاجمونه بسيوفهم ورماحهم وكان يقاتلهم فهناك من الذين يهاجمونه كان الإمام قادرا على قتلهم لكنه يتركهم لماذا؟ لأنه يرى في أصلابهم في أصلابهم المباشرة غير المباشرة يرى أناسا مؤمنين سيؤمنون بدين العترة الطاهرة يرى أناسا سينصرون قائم آل محمد فلا يقتلهم سيف المعصوم حينما يعمل يعمل وفقا لقانون الأصلاب أمير المؤمنين في صفين كان يعمل بهذا القانون بقانون الأصلاب فكان ينظر إلى أصلاب الرجال رواياتهم هي التي حدثتنا بهذا نحن نجهل ونجهل 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 أسرار آل محمد بل لا نعرف شيئا عنه لا نعرف شيئا عنه دائما أقول وأكرر هذا القول من أن أشد ظلامة لمحمد وآل محمد أن نكون من أشيائهم أنا وأنتم وأمثالنا قطعان من الجهال أنا لا أتحدث عن الطوسيين أولئك كائنات أخرى أنا أقول نحن الذين ندعي أننا على دين العترة الطاهرة أو أننا نحاول نحاول أن نكون هكذا من أشد ظلامة محمد وآل محمد أن نكون نحن وأمثالنا من شيعتهم لا نعرف قدره ولا نتأدب معه ولا نعرف التعامل الصحيح معه ونتصور أنفسنا بأننا أفضل من غيرنا وهذه هي الحماقة بعينها هذه هي الحماقة بعينها قانون البداء تحته يأتي قانون الأصلاب ويأتينا بعد ذلك قانون التوفيق والخذلان هذا القانون يشتغل معنا ليل نهار قانون التوفيق والخذلان يشتغل معنا ليل نهار أقرب لكم الفكرة عن هذا القانون القانون ليس منحصرا بالذي سأقوله لكنني أقرب الفكرة عن هذا القانون إذا ما قام إنسان بعمل صالح العمل صالح سيوفقه إلى أمر من أمرين إلى عمل صالح آخر بمستوى العمل الصالح الذي قام به أو بنحو أكبر ولن يوفق إلى عمل دون العمل الصالح الذي قام به التوفيق التوفيق إما إلى عمل مماثل بنفس المستوى أو إلى عمل أعلى أو أن يمنع عن عمل سيء بمستوى العمل الصالح إذا أردنا أن نقارن ما بين العضاد أو بما هو أسوأ بما هو أكثر خطرا وسوء وإذا قام الإنسان بعمل طالح بعمل سيء يأتي الخذلان هنا ذلك هو التوفيق يأتي الخذلان هنا فإما أن يرتكب عملا سيئا بمستوى ذلك العمل أو بما هو دونه في السوء أو أن يمنع عن عمل صالح بمستوى ذلك العمل أو بما هو أكبر إذا كنا نقوم بعملية المقايسة بين الأضاد وهي عملية متضاد هذا هو قانون التوفيق والخذلان فهناك حركة هناك تغير هذه تطبيقات قانونية فرعية من قانون البداء كما هو الحال في قانون الأصلاب فيمكن أن يقدر ولادة مولود من هذين الأبوين ولكن الأمر يتغير فتكون الولادة من أبوين آخرين الخارطة متحركة متحركة في جميع الاتجاهات ولذا فإن قانون الميراثي عند ظهور إمام زماننا وفقا للعلاقة النورية بين المؤمنين فإن الإمام سيورث المؤمن من أخيه المؤمن في عالم الأنوار وليس من أخيه بحسب الولادة والنسب هذا قانون الأصلاب له حدود بحدود الخارطة الخلقية في العالم الأرضي أما الخارطة في مستوياتها العليا فإن الأخوة ستكون نورية بحسب الإيمان بحسب العلاقة مع إمام زماننا هذا هو الشأن الذي يرتبط بتقديرنا من جهة إمامنا وفي يوم القيامة ليس هناك من ضرورة أن الإنسان يكون مع عائلته الدنيوية في الجنة قد يكون وقد لا يكون الزوجة التي هي أعلى رتبة من زوجها تخير هل تختار زوجها كي تكون شفيعة له كي يرتفع من مقامه الأدنى إلى مقام أعلى مع زوجته إذا كانت لا تريد زوجها فلن يكون معها والرجل كذلك هذه المضامين بينتها أحاديث العترة الشريفة المطلب واسع ومتسع ومفصل ومفصل وفي ما بين هذه القوانين هناك آلية هناك قانون آخر هناك آلية تتحرك هذه القوانين بحسبها إنها آلية الأمر بين الأمرين مثل ما يقول أئمتنا لا جبر ولا تفويض إنما هو أمر بين الأمرين ومن هنا فما قدر لي لم يكن الله سبحانه وتعالى قد قدره بشكل مباشر وإنما عبر القوانين في خارطة متحركة معطياتها ترتبط بشأن يخصني بشأن يخص أسلافي إنه قانون الأصلاب ابتداء من أبي وأمي وانتهاء ببقية الأسلاف وشأن يرتبط بالأمة والمجتمع الذي سأولد فيه وشأن يرتبط بإمام زماني فإنما ردي الأول والأخير إلى إمام زماني صلوات الله وسلامه عليه نذهب إلى فاصل الأمر معقد جدا الإنسان جسد وروح وعالم الروح أكثر تعقيدا من عالم الجسد إذا ما تدبرنا في الآيات من سورة المؤمنون من الآية الثانية بعد العاشرة بعد البسملة إلى آخر الآيات المرتبطة بهذا الموضوع ولقد خلقنا الإنسان من سلالة من طين ثم جعلناه نطفة في قرار مكين هذه المراحل كل مرحلة هي عبارة عن مجموعة من التعقيدات وكل مرحلة من هذه المراحل هي خاضعة لتلك القوانين التي مرت الإشارة إليها وترتبط بكل الشؤون التي حدثتكم عنها عن الشعن الشخصي عن الشعن المرتبط بالأسلاف عن الشعن المرتبط بالمجتمع والأمة وعن الشعن المرتبط بإمام الزمان ولقد خلقنا الإنسان من سلالة من طين ثم جعلناه نطفة في قرار مكين ثم خلقنا النطفة علقة فخلقنا العلقة مضغة فخلقنا المضغة عظاما فكسونا العظام لحما الله قادر على أن يخلق الإنسان من دون هذه المراحل قادر على أن يخلق الإنسان من دون هذه المراحل ولكن الخارطة الخلقية الكاملة تقتضي هذا تقتضي هذا النظام ضربت لكم مثالا وهو مثال تقريبي المهندس حين يرسم خارطة لبيت سيبنى إنه إنه يأخذ بنظر الاعتبار الكثير من الأمور لا يسلط نظره على غرفة الطعام مثلا ثم يترك الأمور تجري كما تريد أن تجري لابد أن يأخذ النظر إلى كل الخارطة إلى جميع الحيثيات التي ذكرتها لكم قبل قليل يوجه نظره الحكاية هي الحكاية ثم خلقنا النطفة علقة فخلقنا العلقة مضغة فخلقنا المضغة عظاما فكسونا العظام لحما إذا لم ينشأ الإنسان بهذه الطريقة فإن الجسد لن يكون متناسبا مع الروح التي ستحل فيه وإذا لم يكن بهذه الطريقة فلن يخرج صغيرا من بطن أمه وحينما يخرج صغيرا من بطن أمه لا يدرك شيئا لأنه بحاجة إلى فترة يكون فيها لا يدرك شيئا حتى يستطيع التواصل مع أمه وحتى تستطيع أمه أن تتواصل معه وينشأ شيئا فشيئا بطريقة بطيئة هذا الأمر يجري في الرحم وحينما يولد يجري أمرا مماثلا له إلى أن يصل إلى المستوى الذي يعتمد فيه على نفسه حينئذ ستكون مداركه بمستوى يختلف عن المراحل الأولى لإدراكه بعد الولادة ثم خلقنا النطفة علقة فخلقنا العلقة مضغة فخلقنا المضغة عظاما فكسونا العظام لحما ثم أنشأناه خلقا آخر فتبارك الله أحسن الخالقين أنشأناه خلقا آخر هذا الخلق الآخر وأكثر تعقيدا وقت أذان النجف هجم علينا نكمل الحديث يوم غد إن شاء الله تعالى أسألكم الدعاء جميعا في أمان الله ترجمة نانسي قنقر